اشتركوا في القناة ملف سكن العاصمة تعيد اسكانة ازيدة من 2300 عائلة عبر مختلف بلديات ولاية الجزائر الاقامة الجامعية بلمسوس تحتضن الاحتفالات الرسمية بعيد طالب التاسع عشر مايي 1956 دوليا الاتحاد الاوروبي يسعى لتشكيل قوة بحرية في المتوسط لملاحقة مهربي البشر بانكيمون يبدي قلقه من الحكم باعدام محمد مرسي وواشنطن تصف الحكم بالجائر اهلا بكم من جديد استقبل الفريق احمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس اركاني الجيش الوطني الشعبي الاثنين بمقر الوزارة الجنرال دافيد رودريغيس قائد الافريكوم الذي يقوم بزيارة الى الجزائر واوضح بيان للوزارة ان الطرفين اجريا محادثات بحضور اطارات سامية من وزارة الدفاع الوطني واركان الجيش الوطني الشعبي والوفد المرافق للمسؤول الامريكي وتناول المسائل ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالوضع الامني السائد بمنطقة الساحل والجوار من اجل تنسيق افضل في مجال تبادل الاستعلام والخبرات في هذا الاطار احتضنت الاقامة الجامعية لابن مسوس ذكور بالجزائر العاصمة الاحتفالة الرسمية للذكرى 59 لعيد الطالب الذي يصادف 19 ماي من كل عام وكانت المناسبة سانحة لعرض مختلف نشاطات الفكرية وثقافية والعلمية من طرف ممثلي عدد من الاقامة الجامعية للجزائر الغرب كريمة اشتطاح حضرة الاحتفال واعدت التقرير تلي يعد اضرب الطلبة ليوم 19 ماي 56 والتحاقهم بجيش التحرير الوطني وبمنظمته السياسية جبهة التحرير الوطني بمثابة الخطوة الاولى التي تلتها خطوات عديدة تدعيما للنضال الثوري ضد الاحتلال الفرنسي الغاشم اذ بعد ايام قلائل من اضرابهم عن الدروس والامتحانات التحق اكثر من 157 طالبا بصفوف جيش التحرير الوطني كان طلبة الامس قالوا يا فرنسا شهادتك لا تجعل منا جتة ارقى فلابد ان طلبة اليوم يقولون يا جزائر شهادتك تجعل منا مجتمع ارقى ولابد لما نتذكر ما فعلوه الاسلاف لابد ان نزم ما هي تقل المسؤولية اللي على هاتف طلبت اليوم وتخليدا لهذه الذكرى الغالية على قلوب كل الجزائريين احتضنت الاقامة الجامعية لابن مسوس ذكور الاحتفالات المخلدة للذكرى بوضع المدير العام للدوان الوطني للخدمات الجامعية رفقة عدد من المدعوين اكاليلا من الظهور وتليت صورة الفاتحة على ارواح الشهداء الابرار الاحتفالات بيوم الطالب كانت مناسبة لعرض فيلم وثائقي يسرد نضال الطلبة الجزائريين ابان الثورة التحريرية المجيدة شجعوا الطلبة في جميع الميادين الرياضية الثفقافية والعلمية كما قال لك هم ابطال الجزائر الطلبة في الماضي هم اللي يحاربوا بالجاب والاستقلال واليوم راهم يحاربوا حتى تحيى الجزائر كتشوفوا طلبة هذا هو عيدهم هذا هو العيد يعتبره عيد من الاعياد اللي نحتفلوا بهم احنا في السنة يعني هذا يعطي له اهمية كبيرة كبيرة جدا وعلى هامش الاحتفالات المخلدة للذكرى تم تكريم مجموعة من الطلبة المتفوقين بغية تشجيع الابداع والحث على مواصلة مسيرة الاجداد عيد مجيد لكل الطلبة الجزائريين تنطلق اليوم الثلاثاء بالعاصمة عملية اعادة اسكان 2313 عائلة تقطر في 52 حيا سكانيا غير لائخ منتشر في العاصمة هذه العائلات ستستفيد من سكانات جديدة بكل من بلدية الدار البيضاء البرج البحري براقي وسويدانية وهي العملية التي ستسمح باسترجاع اوعية عقارية ب2.6 هكتار بعد مغادرة العائلات وفي هذا السياق اوضح حوالي ولاية الجزائر عبدالقادرزوخ امس بالعاصمة ان العائلات المعنية بطرحيل موزعة عبر 34 بلدية من الولاية من بينها عائلات ستستفيد من عملية اعادة الاسكان الثمانية عشر والاخرى من سكانات عمومية ايجارية من جهة اخرى قدم المواطنون اكثر من 5000 طعن بعد اخصائهم من قوائم اعادة الاسكان تحصلت 284 عائلة على رد ايجابي وتم رفض 4779 طعن وتجري دراسة الملفة اخرى عرض اللواء عبدالغني هامل المدير العام للامن الوطني امس الاثنين بدولة قطر تجربة الشرطة الجزائرية في مجال حفظ النظام ومكافحة الجريمة بجميع اشكالها واوضح بيان للمديرية العامة للامن الوطني ان اللواء هامل عرض تجربة الشرطة الجزائرية الناجحة والرائدة في مجال حفظ النظام ومكافحة الجريمة بجميع اشكالها بما فيها مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان والجريمة الإلكترونية وفي نفس السياق أشارت ذات المصدر إلى أن نجاح هذه التجربة يعود أساسا للخبرة الميدانية الطويلة التي اكتسبتها عناصر الشرطة من خلال معالجة العديد من القضايا المرتبطة بمختلف الجرائم وللدعم اللوجستيكي الذي يحظى به جهاز الشرطة والذي يوفر أحدث المعدات والأنظمة التكنولوجية العصرية في إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفرزة تابعة للقطاع العملية للوادي بإقليم الناحية العسكرية الرابعة صباح أمس أربعة تجار مخدرات وحجزت شاحنتين وسيارتين سياحيتين وخمسمائة وأربع وسبعين كيلوغرام من الكيف المعالج حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني كما ضبط أفراد الدرك الوطني وحرس الحدود بالقطاع العملية لتلمسان بإقليم الناحية العسكرية الثانية يوم أمس خمسة عشر قنطارا من المخدرات كانت معبأة على متن شاحنة وسيارة سياحية فيما تم حجز كمية معتبرة من الوقود كانت موجهة للتهريب من جهة أخرى أوقفت مفرزة أخرى ثلاثة عشر مهاجرا غير شرعي بولاية غردية أكد الرئيس المدير العام بالنيابة لمجمع سونطراك سعيد سحنون أمس الأثنين أن إنتاج الجزائر من المحروقات خلال الأربعة أشهر الأولى من 2015 فاقى توقعات الشركة بـ 2% في حين بقي في نفس المستوى مقارنة بنفس الفطرة في 2014 وقال سحنون على هامش استلام أول دفعة من سيارة رونو سامبول الجزائرية الصنعة إن إنتاج سونطراك من المحروقات إلى غاية شهر أفريل فاقى توقعات الشركة بأكثر من 2% فمقارنة بنفس الفطرة لسنة 2014 حافظت الجزائر عن نفس مستوى الإنتاج حسب توضيحات المسؤول الأول عن سونطراك الذي لم يعطي تفاصيل إضافية عن حجم الإنتاج ننتقل وإياكم إلى جديد الساحة الدولية ففي ملف الهجرة غير شرعية دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أمس الاثنين إلى إنشاء قوة بحرية في البحر المتوسط تستهدف المهربين الذين يقومون بتهريب المهاجرين غير شرعيين إلى أوروبا وقالت إن إبرام اتفاق أوروبي بهذا الشأن سيسرع إصدار التفويض الضروري من الأمم المتحدة لنجاح هذه الخطة هذا وقالت موغيريني إن وزراء الخارجية والدفاع في دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا بإنشاء القوة البحرية لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تهرب الناس في المتوسط من جانبه حث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس شتولنبرغ أوروبا على اتخاذ هذه الخطوة لأسباب بينها احتمال قيام مقاتلي تنظيم داعش بالاختباء والاختلاط بالمهاجرين من أجل الوصول إلى أوروبا في مالي أفادت مصادر من القوات الأممية العاملة في شمال مالي أن ثلاثة جنود الماليين على الأقل قتلوا الاثنين في غارة عند الفجر نفذها متمردون جنوبي بلدة تنبيكتو الصحراوية وقال مصدر عسكري بالأمم المتحدة طلب عدم الكشف عن اسمه إن ثلاثة جنود حكوميين قتلوا وأصيب واحد حيث تبنى مسؤول بارس في إحدى الفصائل المسؤولية عن هذا الهجوم الذي استهدف جنودا وحراسا محليين تم نشرهم في الآوينة الأخيرة مضيفا أنه أصفر عن مقتل عشرة على الأقل من أفراد الأمن أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون أمس عن قلقه الشديد إذا القرار القضائي بإحالة أوراق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي إلى المفتي العام بعد الحكم بإعدامه وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق للصحفيين بأن بن كيمون يدرك أن هذا الحكم لا يزال قابلا للاستئناف مشيرا إلى متابعة الأمين العام للحكم عن كثب مضيفا أن على كل الأطراف في ميسر اتخاذ خطوات لدعم السلام والاستقرار وحكم القانون وتفادي الخطوات التي تقوض ذلك المصار من جهتها وصفت الخارجية الأمريكية قرار المحكمة بإحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامه بأنه جائر ويقوض ثقة في حكم القانون نهاية النشرة إليكم تذكيرا بالعنوين الفريق جايد صالح يستقبل قائد الأفريقوم الجنرال دافيد رودريغيز في ملف السكن العاصمة تعيد إسكانة أزيدة من 2300 عائلة عبر مختلف بلديات العاصمة الإقامة الجامعية بلمسوس تحتضن الاحتفالة الرسمية بعيد الطالب 19 ماي 1956 دوليا الاتحاد الأوروبي يسعى لتشكيل قوة بحرية في المتوسط لملاحقة مهرب البشر وبانكيمون يبدي قلقه من الحكم بإعدام محمد مرسي وواشنطن تصف الحكم بالجائر نشكر لكم كرماء المتابعة والصغاء نهاركم سعيد إلى اللقاء اشتركوا في القناة